موسيقى سائل خير وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات عشان كده قررنا النهاردة إن وقت حلقتنا تكون أطول شوية عشان نقعد معاكم براحتنا النهاردة الحلقة مختلفة جدا لإني فيها مجالات مختلفة قوي وإن شاء الله هتستفيدوا منها أبدأ حلقتي مع الدكتور الجالي على قلبي والجالي عليكم اللي بقتوا بتستنوه أكتر مني وهو بعد كده هياخد البرنامج وأنا همشي ومش هينفع الكلام ده طبعا دكتور ريدا المهتي زي حضرتك يا دكتور منورني كالعادة الناس بتستنائك ينفع الكلام ده مش شرف يا طبعا لا 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 إحنا هنشوف حل الموضوع إن شاء الله خير لا والله طبعا دكتور ريدا المهدي هو باحث في علم الأعشاب وزيوت الطبيعية ومهندس ترميم أثار وهو بقى يعني تركيبات دكتور ريدا الفقرة اللي كلنا بنستنيها كل أسبوع زي حضرتك كل ما بنزل التنويه بنلاقي ناس تدخل وكده في جمهور ليك ويعودوا يدعموك وابن بلدي ابن قريتي اللي احنا بنحبه وبنلاقي فعلا فعلا كأني ليك جمهور كامل مين الناس دي أنا أصلا من محافظة البحيرة مركز كومحامادة بقرية الحدين قرية الحدين لزخر وشرف لأي حد منها قرية جميلة جدا أهلها طيبين جدا أهلها متوطنين جدا بإضافة أن هم بيساعدوا بعض كم قصة عندنا كم شاب عندنا ما كانش لاقي ما كانش فيه أم ما كانش فيه أب وهم أعنوا بعد ربنا وبقى صاحب منصب كبير كم دكتور بفضلهم بقى أكبر نات بقى أكبر حد كم عوض مجل الشعب وهم دعموه وبقى حاجة جديدة جدا هل تكون لكم عافين بعض؟ طبعا بفضل الله احنا القرية حوالي 40 ألف مواطن فأغلابهم عارفين بعض طبعا بالي فترة بزلش كتير فلكن هم كلهم حبايبي وساد زيتي وفيه تلام زيتي هناك فماشاء الله فيه ناس كتير جدا يعني غالية على قلبي بإضافة أن والدتي وإخواتي قاعدين عاشين هناك اللي استحادة دلوقتي أه الحمد لله والكلام الإيجابي اللي بيقولوه عليك وأكتر كلمة بتلفت نظرنا يمكن على صفحة البرنامج ابن بلدي ابن قريتي ابن بلدي هم بيدعمق هم فرحانين بيك بشكل مش طبيعي انت كمان فاتح الشغل هناك صح؟ فيه شغل عمدين يتوزيع حينك بس عدايق شوية اللي أنا ببنزلش كتير بس أي حد بيطلب مني فورا بنزله من بدون أي أي مقابل بنزله فورا ده حتى رد جميل إن أنا أقل لحاجة أعملها مع أي حد من أهل بلد فعلا ربنا يكريمهم لو حد مريض محتاج دم أهل بلد كلها يجمع ويروح ينقلوا لهم فلا ما شاء الله أهل يعرفوا الأصول كويس جدا حتى لو تخلقوا مع بعض مش حد غريب يخش ما شاء الله طيبين ناس حفظت كتاب الله ناس عندهم دين عندهم أصول الغريب ليه مكان مش مالوش مكان بيأكل عيش وممكن أحسن من أهل بلد كمان ويدعموه لحد ما يوصل ونمازج كتير مفيش غير يا دكتور لأنني لاحظت إن محدش غيرهم محدش زعلاني إنك كويس أو إنك بتتقدم لا 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 خالص لا طبعا ده أهل جميل علي هم أهل معنين أحنا واحد منهم يا الحمد لله والله أتمنى كل القرى وكل المحافظات تبقى بالوضع ده بني باركي تسلم النهارده إحنا معينا بقيت مجموعة جوتام المرة اللي فاتت كان معينا حمام كريم صح وقلنا جوتام ده بالفرنش يعني فدي جزء من المجموعة برضو برضو فيه فيه كمان أجزاء تانية لسه مجاش الكريم وحمام الورد والمية الورد طيب الأول فكرنا بقى حمام الكريم ده كان عبارة عن إيه حمام الكريم ده كان بوريتينات كتير جدا فيتامين إي فيتامين إي زيود طبيعية جوز هند حليب جوز هند أعشار طبيعية حمضية التركيبة حمضية شوية عشان تفتح حماسام الشعر لازع شوية أه ويتشيل الحاجات اللي موجودة في فردة الرأس عشان تجهزوا لسيرم الشعر فيبدأ السيرم يخش والشعر تشربه فيبدأ تطول ثم كويسة جدا يعني دي بس أنا بحطه ده إمتى اللي هو حمام الكريم بحطه بعد مخس الشعري بالبلسم أو عصير الجرجير أو شامبو طبيعي كويس جدا عصير الجرجير أه عصير الجرجير مفيد جدا وإن شاء الله نتكلم عنه ده بينظف بسيحنا لازم الشامبو عشان طبعا هم أصلا بيزيل أي روابط ما بين الإشرا وبين فردة الرأس فبيخلي الشعر جاهز لتلقي أي زيت أو أي سيرم يكون كويس ماينفعش سيليكون ماينفعش حاجة اسمها أيزي برباية الميستيت آه بينسب محددة محددة ماينفعش زيوت كيميائية زي اللوز المر الرغوة اللي بتبقى أوبر دي غالب اللي بنسبة 90% الصبار واللوز المر ده كيميائي مش طبيعي الطبيع منه نادر جدا وقليل جدا يعني فيه بس مش كتير مش طبيعي زيت الصبار لا فيه بس قليل جدا واللوز المر فباقي الزيوت احنا حطنا بفضل الله عزيزة جل النسب معينة فيها حاجات بتكسر روابط السلبية اللي موجودة في الشعر فبتعزز نمو الشعر بالإضافة أن فيه مركبات فيتامين A فيتامين C فيه كالسيوم فيه ماغنيسيوم فيه مانجانيز فيه زينك فيه حديد كل دف دي كل دي موجودة في الإزازة المحاضرة جديدة بتغزي وترطب الشعر بالإضافة أن هي طبيعية فكأن نظام كمبيوتر بينزل على الشعر الفروة الرس محتاجة واللي الشعر محتاجه بيبدأ توجهه بالفعل بالإضافة أن فيه زيت الخاروع النادر استخلاصه زيت الخاروع موجودة عند العطار كيلو ب35 جنيه ده كميائي ده كميائي الطبيعي بتاعه بعد من 150 إلى 200 جنيه والناس بتستغلاه لكن هو منبت للشعر بنسبة 99% نحن بنعمله حمام للشعر مثلا بناخد معلقتين بنحطه على الشعر لتاني يوم الصبح وبعدونا اشتف شعري بمية الجرجير مفيدة جدا يعني أنا لازم أشتري مية الجرجير منك ولا أنا ممكن عملها في البيت يتعاملها مية جرجير أنت بتجيب ربط الجرجير مثلا وتحطي نسب متساوية منها مية وترفها في الخلاط وحطها على النار ما يكمش 30 سنية عن النار لازم عن النار وبعدنا أصفيها وأبدأ أخسل بها شعر هيحصل نوع من الرغاوي هابدأ ألاقي حاجات بتنزل هيرغي فعلا هيرغي بها كويس جدا مفيد جدا 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 ده أوفر من الشامبو ألف مرة واللي يعرف ما كانت الشامبو مش استردمهاش ده كلها كابيتات وكلها سوديوم وكلها سيليكونات مضرة جدا مثل الفتش احنا كده أخذنا منك تركيبة دلوقتي من غير ما تاخد بالك لا أخذ فيها طبعا هنعمل شامبو في البيت ميني الجرجير ميتا جرجير ب2-3 جنيه وهعمله وهيرغي ربط الجرجير بنص جنيه وبي 75 عين كمان ده أنا مستغلية الدنيا هتخسل بيها في اليوم ولو عامت المموضوع ده مرتين أو ثلاث مرت في الأسبوع هيبقى كويس جدا المجموع اللي دم حضرتك دي كل حاجة من دول فعلا نقطة من نقطة ده يعني احنا الناس بتستخدم مادة اسمها مادة المينيوكسيديل دي مادة بتنبت الشعر لو انت أرع استخدمها تنبت لك شعر في قلي من سنة اللي هي بترفع ضقت الدم طب لين استخدم مادة كيميائية ولما نبطلها الشعر بيقعها أو ده ده بيحصل كتير أو صحف مش تلم الصيدلية وبعد ما بطل يقعها بتبقى في شركات بولدستوب وقفنا زي في كل حال لكن دي فيها زيت اسم زيت الحلبة زيت الحلبة العلماء بيقولوا عنه لو يعلم الناس ما في حبات الحلبة لو وزنوها زهبا الحلبة؟ الحلبة الحلبة دي مفيدة جدا بسسناء الحوالي مفعش يشربوها المرضعات الرجالة لو احنا خدناها بالتسلسل زيت الحلبة بيشغل الدورة الدموية بزيادة فبينشط الدورة الدموية بكويس جدا فلو حطناها على زيت شعر بزيزبة معينة هيخلي مسام فروة الرأس تاخد الزيت ويبدأ يغزي فروة الشعر بالمكونات اللي محتاجة منشط منشط علي جدا أو بيفتح لي المسام يعني بالبلد كويس جدا بالإضافة أنهم أصلا مانع أكساد بالإضافة أنه فيه دهون غير مشبعة لو أنا شربت منه كويس جدا وحلو جدا يعني أنا ممكن نستخدم زيت الحلبة الوشي الناس اللي بوشها بيأكسر بس مش بكسرة لأنه هو ممكن يعمل تورم لأنه هو ضغط دم بيتنشط الدورة الدموية بحط منه نصف ملي جرام على البشرة مرة كل أسبوع على الشفايف على البشرة بسناء الأنف بحطها على البشرة والشفايف بيخلي بينفق الشفايف بترائي كويس جدا بينشط الدورة الدموية لتبشرة في إبدأ الأفيتة جاية تبدأ تفرد لوحدها فإحنا حطيني زيت الحلبة المعصورة على البلد في خلطة بتاعتنا فبنشط الدورة الدموية بتاعت الشعر اللي احنا أصلا استخدمناها حمام كريم حمضي عشان نشط دورة كمرتة الشعر حمضي يليق بالبشرة حوالي 5 ونص درجة بيقيتش بتاعته فإحنا زيت الحلبة موجودة عندنا بإضافة للحلبة اللي احنا بنحطه ده أصلا بيتاكل بيتشرب لو حد عنده جسمه نحيف بيشرب منه أو هي فعلا الحلبة أو بيتاكل ويحطوا على السلطة كويس جدا فيه فيه معادن زي الحديد زي المغنيسيوم زي المانجانيز ده أشهر الحاجات فيه الست لما بتستخدمه في الرضاعة بيدر اللبن كويس جدا اه طبعا اه معروفة الحلبة في الرجالة بيزاود الحيومات المنوية بتاعتهم بيزاودوا خصوبة عندهم فهو مفيد جدا جدا بإضافة أنه أصلا بيحارب السرطانات الموجودة في الجسم بإضافة أصلا بيستخدمه كماده حفظة طبيعية استخدم كماده حفظة طبيعية كويس جدا وليه فويت كتير قوي يعني الزيت الواحد ده برطان ما ربا في البيت وعاوز أحفظه أحط له زيت حلبة يبقى أنا خدت فويته ومناعته من العفن اللي يحصل له عليك فعلا اه مدى جميلة جدا زيه زي زيت شجرة الشاي الناس بتروح له معينه غالي طب منت ممكن استخدم الحلبة أفضل وأفضل الحلبة أرخص أرخص وأفضل بس مش معروفة مش معروفة اه احنا أول مرة أسمع عنها إن في زيت ليها وحاجات زي كده بصراحة الناس بتطور دايما على اللي مش تحت رجليه بروح دايما بعيد الزيت اه الزيت ولا غينة يجيب حاجة غالية ملاش لازمة في حين هو جنبه عنده في البيت وممكن إحنا عشان مش دارسين ومش عارفين بس مش عارفين والله حاجات دي من زمان كانوا أهل الأهلين الأقدام كان بيستخدموها ولو رجعنا في أهم الفراعنا كان بيستخدموها الناس دي كلها لكن أنا بلجأ الكيميكالز وبروح لهنا بروح لهنا وفي الأخنا بلاقيش نتيجة لازم أحلل لازم أعرف جسمي الأول الجسم ده نعم ربنا الدهنة كنت تخين كتعينك في إصابة كنت أعرج كنت أصلع كنت بشعر حاول تفهم جسمك وحبه لأن ربنا ادهولك واتمنك عليك كان فيه حديث بيقول الجسد بنيان والرب ملعون من هدمه تهدمهوش وحبه وهتم بيه وعرف عندك نقص في إيه عندك زيادة في إيه وابدأ النقص زوده والحاجة الزيدي اللي عندك حاول تاخد حاجات تقلل منها هيبقى بيسمك يبقى كويس وهتحب نفسك أكتر وهتبقى جاهز إنك تكون حاجة كبيرة حي أنا عايز أقولك بس سر إحنا معينا هنا خلطة من خلطات نيفرتيتي أه الخلطة بتاعت سيرم بش أهي دي دي خلطة نيفرتيتي دي بتفرد البشرة بطريقة مش طبيعية دي كانت موجودة بردية فروانية ويا ربنا كراملني كان أحد أصدقائي بدأنا نتركينها مع بعض وبدأت أحط زيود بتاعتها اللي ما موجودة هنا إنت خدت البردية وترجمت بردية موجودة أصرف أه وخدت الكميات بالزيود وعملت ده ده إيه ده ده كولاجين بشرة ريحته جملة جدا أه ده يتاكل لازعة كمان أه كده تكايني فيها لمونة ده مركب ناتج بحري كولاجين من اتحاد تتات مركبات مع بعض يعني ده كولاجين بتاع الحلازون ده ده تتات مركبات مع بعض اه اتحاد التلاتة بتطعب رابع اللي هو زي بتاع الحلازون زي الحلازون بتاع البحري بتاع البشر اه انت تركي ما تحط منه بتحس يبدأ غدغة في البشرة كده تحس إن فيه كده كإن فيه إبر موجودة في البشرة يبدأ أصلا تشبه وقير طبيعي بيها أنا من ناس اللي بكره جدا موضوع الحلزون ده وبخاف منه وبقلق منه وفي ده كترة كمان جلدية طلعوا قالوا انه هو مش مستحب لا لا فده كده انا عايزة بس اجربه لا ده ماشاء الله بايز جداً ريحته حلوة قوي ريحته جميلة جداً نعم اهو هو ده نعم قوي قوي نعم قوي قوي كي رحته حلوة جداً كان فيه نعناع فيه حاجة هادية كده في البشرة لو حطيته بحركة دائرية اخسله اهم حاجة وبشريتي بمية الورد اخسله بغسول الاول اه غسول كويس الاول وهم حاجة بمية الورد ومية الورد كويسة جداً ومضيفة جداً وفيها فيتامينات عالية جداً واخسله واجهزه ده واخد نقطة من ده قبل منام وابدأ اعمل بحركة دائرية قبل منام اه ده هقوم الصبح هلاقي شكل تاني في بشريتي صوري نفسك كولاجين صوري نفسك وبعدين ده بقى مش كريمات وبتاعه ده حاجة مضيفة جداً عن تجربة انا جربته مع 12 حالة كل حد جربه البشرة كان فيه كرمشات هنا وهنا وتحت العين كل ده فرد احنا بنروح نعمل درما بينه حكاية تغالية جداً عشان ندخل الكولاجين ده بشرة ده يجربه هي تاخد ايزات تجربها بس او مجموعة تجربها وهتعرف يعني نتيجة الكولاجين في البشرة ده ده اول حاجة ده ايه؟ ده الستات العسل ده الستات بتعمل بعد السويت ففوت حاجة حاجة تمنع انبات الشعر فده سيرام سويت بعد بعد السويت بحطه منع انبات ريحته عالية جداً حلوة جداً ريحته فروفين اول حلو جداً ما شاء الله عليك وده فيه زيت السعد الطبيعي اللي يمنع انبات الشعر ده بتقعد الريحة بتقعده في الجسم حوالي 48 ساعة يومين لو انا استخدمته في الجسم وبتقعد منع انبات الشعر بيوصل لثلاث شهور واربع شهور الشعر بيطلعش فاول فترة بتاخد وقت وبعد كده تلاقي اصلاً رؤوس الشعر بتتكسر لوحده ومطلعش تقعد يعني ده انا لو استخدمته ثلاث شهور ده يرعد اصلاً فترة طويلة كل مرة بعمل سويت فباستخدمه معي فيه ناس بتحطوا بقى سيتات ورجالة بيحطوه كنوع من الهدوء والاستقرار لان اصلاً فيه زيوت بتزيل ضغوطه النفسية وبتزيل الموجات السليبة وتدخل الموجات موجبة مفيد جداً 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 انا اصلاً الحاجات دي كلها طبيعية كلها مع سرعة البارد عصر رحاية مش مكن فكل النقطة نازلة انا عرف رايحة فيه جاي من فين ده بقى؟ ده العنبر ده العنبر بتاع الجسم العنبر ده ريحته قوية جداً ده من الجنة يعني ده فعلاً من الجنة ده زيوت طبيعية وعليه برضو زيت منع انبات الشعر ده المادام لما تام الحمام شاور وتبقى تتهم به لو عليها توجوط الحياة كلها ومخنون او تعبان او زوجها او ابنها او اي حد تتهم منه وتشوف الطاقة الايجابية اللي هتخليها تفكر تحل مشكلة مش تواجه مشكلة بمشكلة احنا اصلاً كنا قلنا ان فيه زيوت بتطرد الطاقة السلبية ده من ضمن الزيوت مع المسك الأحمر لو انا حطيته في البيت في أركان ومسحت به حطيت نقطة بس في جابة المسحة ومسحت به الشقة هتشوف ريحته المستمرة هتشوف مقدار الراحة النفسية اللي موجودة في البيت لا هو جميل جداً لا ما شاء الله جميل جداً جميل جداً ما شاء الله وبعدينه طبيعي مش صناعي ده مش أسانس صناعي ده عمبر طبيعي محصور ونضيف جداً ومستخلص من ديون حيوانية نضيف جداً فده نضيف جداً 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 بالإضافة ان هو مرتب قوي بالإضافة ان فيه زيت منع انبات الشعر إحنا كرجالة بنعاني من منطقة تحت الإبت الحاجات دي بشعر زيادة أنا لو خدت منه وحطيت تحت الإبت هيمنع انبات الشعر بإضافة هيمنع العرق طب ده حلو جداً آخر حاجة ده سيرم الشعر ده بقى ده سيرم الشعر ده اللي قلنا هنحطه بعد حمام الكريم ده سيرم الشعر غني بالبروتينات اللي موجودة في الدنيا كلها فيتامين A فيتامين C أنا حتى حلو قوي جميل جداً هتلاقي ريحة الأعشاب غلب عليه ريحة الأعشاب الطبيعية بتظهر فيه ده مش صناعي مش عليه سيليكون مش عليه مواد كيموية ده عبارة عن زيوت طبيعية محطوطة في المجموعة دي ده فيتامين A فيتامين C بورتين أمح بورتين صغوية بورتين حرير في نسبة من الكولوجين البحري اللي موجودة فيه بلإضافة ان فيه زيوت أصلاً زيت النعناع وزيت الجرجير وزيت التوم بالنسبة معينة وزيت الخروع بالنسبة معينة ده عشان ينبج تقوية الشعر ناقص إيه؟ ده أحطه وعمل شعري عادي مثلا بيبي ليس أو كده ولا غلط؟ لو أنا فردت شعر بروتين أستخدمه هيتديني هيتخلي الشعر يشرب الزيت ومش هتكسره بكويس جدا لو أنا عملته حمام زيت هيخلي بعد الحمام الزيت الشعر الطري جدا الواطن جدا لو أنا حبيت أحطه لوحده كدهان كدهان عندي إبني أو شعر هيفرد الشعر ولو الشعر فيه خشونة هيتفرد لوحده طف ده حلو جدا ناقصت لنا حاجة تانية الجير حمام الكريم وهي مية الورد في المجموعة دي كنا حاجة منها مرة اللي فاتت ده هيئة فمية الورد أصلا ما شاء الله عليها فضع يتامينات بضافة أنا جربت أنا جربتها حلوة جدا جربت زيت الزيتون ودلوقتي أكلي كله أنا بعمله بأمينة بزيت الزيتون ولسه كنت بقول الدكتور النام كان فيه أكل بضطر عمله بسامنة أنا عندي مشكلة في الهضم جندة جدا فطول الوقت تعبانة زيت الزيتون زبط لي حركة الهضم أنا ما بقليش كتير بستخدمهم وأنا مش من الناس اللي بعمل أكل كتير يعني للأمينة بس حقيقي الكامر اللي بستخدمه كل يوم الصبح زبط لي حركة الهضم جدا لهوه ممتازج جدا وإننا أتصلي بالشرائين فيه إفادة عالية جدا جدا بإضافة زيت الزيتون اللي يعرف إمته كفاءة ربنا نشبه نفسه في صورة النور بزيت الزيتون صورة الزيتون أصلا قوي جدا واللي يعرف إمته ما يكونش غربيه طعمه حلو بس إحنا مشكلتنا بروح نجيب الحقيقة غلط هما بيدونا كده إحنا مش بنجيبه بسم الأصلة يعني إحنا بنجيبه من عطار لا هما بيدونا الإلامة الزيتون المرارته وحشته مش كويس تمام إحنا دول همية الورد ومعينا حمام الكريم دي مجموعة وانت عمل عليها عرض عشان حكاية نجاح صح؟ آه طبعا عرض كفير جدا أي حد هيعوزهم أنا مش هقول سعرهم كام لأنهم سعرهم قليل جدا مقارنة بالفوائد اللي انتوا هتعملوها طبعا أنا هستخدمهم إن شاء الله برضو هقول لهم النتيجة بتاعتهم إيه بس اسألوا على عرض حكاية نجاح طبعا إحنا لسه مكملين إن لو حد عايز شغل أو يبقى موزع للمنتج ماكيش مشكلة بتواصل مع حضرتك بياخد ويعرض ويكلمنا ويطلع له النسبة بتاعته في اللي بيجيبه سواء ده أو الزيوت أي حاجة من جرس مال من جرس مال طيب كنت قلتلي هقول لكم على خلطة كده كمان تعمل يعني تبقى حاجة للشعر وداخل فيها زيت التوم لأن معروف زيت التوم قد إيه هو فوائده كتير بس أنا من الناس اللي ما بحبش ريحته لا ريحته صراحة زيت التوم موجود في السوق نوعين نوع بريحة والنوع بدور ريحة والتنين أحيانا بيكونش كويسين في العصر زيت التوم لازم يطلع بريحة لأنه هو بيتأثر وبتأثر أما اللي من غير ريحة ده ايه ده مستخلص وأنا ما بحبوش قوي فيه فيتامين بس مش بزي العصر الطبيعي احنا بناخد نوعي الخلطة بتبقى مثلا لو الخلطة دي 100 جرام أنا بحط 30 جرام زيت زيتون بكر كويس جدا بحط عليها حوالي 20 جرام زيت لوسحل بحط عليها 7 جرام زيت التوم 7 جرام زيت توم دقيقة قوي وبحط حوالي 5 جرام بالسرينجة جدا زيت نعناع عشان يفتح لي الفرض الشعر ويمنع الحساسية ويمنع القشرة برضو كمان ويبدأ أضيف عليه زيت الجرجير حوالي 12 جرام ببدأ أضيف عليه الصبار الطبيعي حوالي 15 جرام والإزازة مع بعضها كويس جدا رجاها كويس جدا مع بعضها ويبدأ أستخدم منها على الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بس كده طيب قبل من نختم برضو لينا حدوتة نحكيها بقى يعني أنا باستنى الحدوتة بتاعت كله إزواء هي الحدوتة إن شاء الله في عجلك يا سريعة عن الصيادين وعن إزاي تستطح حلمك كان فيه صياد بيسمع الميشة بتاعت المراكب ويطلع يبيحها السنة للسنة عشان الناس تحطها كمراكب شرعية ففي مرة حد سابقه وباعي القماش ده قبل منه طب خلاص كده كل رأس ماله راح في القماش مش عارف يبيع إزاي يروح فين ويقع فالناس تبتريع عليه قالت له اعملهم بناطيل والبسهم إنت خادت كلمة وقال فكر طب إيه المان لها معهم بناطيل وبحها وهتكون أقوى من بناطيل الطائل العادية وهتتحمل معهم البحر بالفعل عمل بناطيل بتاعته وبدأ يوزحها للصيادين حبوها من قوتها ومتانيتها واشتروها منهم فبدأ بلما كان يبيع مرة في السنة حول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية وبقى يبيعوا كل يوم وبقى من أكبر التجار قسع المبدأ ده صياد تاني واحد محظوظ زي مدامة كريستين كده كل ما يرمي الشبكة تطلع سمك كتير قوي فالصيادين يلاقوا يرمي الكبير واخد السمك الصغيرة فرحوا تخلقوا معي ابني انت يعني سمكتك ما شاء الله بتطلع السنرة وطلعك كتير وانت بترمي السمك الكبير واخد السمك الصغيرة قال لهم أنا ما عنديش رطاقة صغيرة بقى اللي عليها ده واحد حجم نفسه حجم فكره في فكر صغير سمك الصغيرة في إمكانياته طيب انت ممكن تلمي التطلع صغيرة وتجيب حاجة أكبر تتناسب مع حلمك تتناسب مع طموحاتك العلماء النفسي بقوله انت تعيش ما تؤمن به انت بتؤمن بإيه فاشل هتعيش فاشل جبان هتعيش جبان شجاع هتعيش شجاع عالم هتعيش عالم اسحق نوتين كان أكبر الفشلة الحد 35 سنة بقى أكبر علماء كان فاشل الحد ما بدأ امن بنفسه ثق بنفسك ويعرف ان قدر الله نافذ لا محالة خليك مؤمن بربنا ما تمشيش وراء الطائفية ولا الهوجاء ولا اي شيء ركز على هدفك وهتوصل واللي هتخسر فيه هتكسب فيك والله باتشرف بيك ربنا بارك فيك والله وبستمتع لعدة معاك وببقى مش عايزة الفقرة تخلص حقيقي نورتين يا دكتور وبإذن الله ان شاء الله دايما في نجاح ودايما في تقدم ودايما فخر لأهل بلدك ولينا كلنا كفاء أنا فخر ليه أصلا أنا قاعدة قدامك استنونا ما تروحوش في أي حتة احنا شوية صغيرين ونجاعد لكم مع فقرات مهمة جدا اشتركوا في القناة